طيب لازم وده مهم جدا جدا في ناس كتير بدأت تستخدم في التشاش جي بيتي وتستخدمه في الابليكيشن بتاعها لكن بيغفل عنها كونسيبت مهم غاية في الاهمية لو انت مش عارفه من البداية هتخسر كتير جدا في تصميم الابليكيشن بتاعك وهو التوكونايزر بعيدا مش لازم تترجمها دلوقتي في دماغك بس خليني ارجع بك خطوة احنا عندنا language model او large language model ماشي بيقولك ان كل language model بيجي معه حاجة اسمها vocabulary او قائمة كلمات ببساطة جدا قائمة الكلمات دي عبارة عن قائمة من الكلمات وكل كلمة قدامها id وبالتالي هتلاقي ان انت عندك بيقولك الفوكابلري مثلا بتاع chat GPT مثلا كام الف الفوكابلري بتاع الموضل التاني ده كام الف لازم تشوف التوكونايزر بتاع كل واحد الفوكابلري بتاعه كام الف بس حاليا خلينا نقول عندنا large language model دايما بيجي معه قائمة كلمات القائمة الكلمات هو اختار شوية كلمات وادل كل كلمة id طبعا مش مينفعش يحط كل الكلمات اللي في الدنيا هو اختار بعناية مجموعة كلمات وده اللي بيخلي مثلا لو بيصبرت عربي هيكون في القائمة دي مثلا كلمات عربي كتيرة ماشي لو مش بيصبرت العربي ممكن بس يحط مجرد بعض الحروف العربية وما الى ذلك طيب نعمل احنا بقائمة الكلمات دي بيقولك ان الموضل نفسه هو نموذج رياضي يعني انا لما بدخله كلمة زي مثلا السؤال ده how far the distance هو ما يفهمش الكلمات دي هو عاوز مقابل كل كلمة انه يدخله رقم هو في النهاية نموذج رياضي بقبل ارقام وبيجينيريت ارقام فلذلك احنا عايزين طريقة نحول بها التكس ده لارقام ولذلك انا هنعمل ايه باستخدام الفوكابلر ده او قائمة الكلمات مثلا افترض ان انا عندي جملة بهذا الشكل اوكي وعايز ادخلها لي large language model عشان يبدأ اتعامل معها بقولك في البداية انت محتاج حاجة اسمها tokenizer عشان تنكود انكود بمعنى تحول التكست لرقم اوكي فانا باستخدام هدخله عا التوكونايزر التوكونايزر ده ده الالجوريزم او طريقة هتعمل لكب او هتدور بعنيها جوه الفوكابلري وتحاول تحول الكلام ده لارقام يعني هتعمل ايه هتعمل طريقة الانكود اللي هو تحويل التكست لرقام فاببساطة جدا هتدور هتلاقي كلمة ايه في الفوكابلري وانس مقابلها الاي دي الف واثنين ايه اوبن مقابلها خمسة وتلاتين ايه مقابلها تنين وخمسين وهكذا كل كلمة تشوفها هنا تبص في الفوكابلري ايه الاي دي بتاعها وبالتالي تحط لها رقم فتحول عندي التكست بين هذا الشكل لمجموعة الارقام دي ودي بقى اللي حدخلها للموضل عشان يبدأ يتعامل معها لان ده الموضل بفهمه ارقام طيب الدي كود الدي كود ان الموضل طلع لي اجابة فهو هيطلع لي ارقام فدي عملية عكسية يعني برضو انا هدخل على التوكونايدر التوكونايدر هيبص هنا على الفوكابلري ويبدأ يعمل دي كود تحويل الارقام الى تكست فحيقول ايه 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 ده معناه وانس الكلمة دي معناها اوبن الكلمة التالتة دي معناها ايه دي تايم وهكذا فدي الفكرة الان كود هحول التكست لارقام الدي كود هحول الارقام لتكست كل ده بناء على ايه بناء على الفوكابلري اللي جاي مع الموضل هو دي اللي فيه الماب طيب خلينا ناخد اكزامبل تاني وتخيل ان انا قلت له I am going to visit Sinai وعايز احولها بالتوكونايدر وبالفوكابلري لارقام فهو يعمل ايه هيمسك الاي هيدور عليها هنا لقيها بالفعل وقدامها اي دي 1200 حلو راح على ام الكلمة اللي بعديها بص على ام قال لها ايه ده قدامها اي دي 783 بالفعل راح على going راح يفتش عنها في الفوكابلري اكتشف فيه مشكلة cannot find going in the vocabulary مش لاقي كلمة going كده زي ما هي كده في الفوكابلري فحيبدأ يعمل ايه هيبدأ يتصرف باللي موجود فيبدأ ياخد باله انه going دي ممكن يفصلها بحيث ان كلمة go ing فليه ان go قدامها الرقم ده و ing قدامها الرقم ده فهتاخد بالك ان going تم فصلها الكلمتين او two tokens عشان كده احنا بسميه tokenizer token يعني قطعة من النص القطعة دي ممكن تكون كلمة جزء من كلمة او حتى حرف فالتوكن هنا going ككلمة اتفصلت ل two tokens وبقى عندي two ids ده كده معناه ان انا ايه بقى حجم ال input عندي اكبر من مجرد عدد الكلمات طيب نروح لبعديها two لقي two بالظبط بالفعل دايما هي في الفوكابلري خد رقمها visit لقي بالفعل visit في الفوكابلري وخد رقمها جاء على sign i لقيها كلمة غريبة مش موجودة عنده في الفوكابلري فهيبدأ يقطعها فيبدأ يحاول محاولات لحد ما وصل انه هو من الفوكابلري بتاعي ممكن يقطعها لل si i وال in وال ai فكلمة sign i تحولت لثلاثة tokens ايه اهمية الكلام ده اهمية الكلام ده ان انت لو بتستخدم بتدخل للموضل بتاعك نص في كتير جدا من الكلمات مش موجودة بالفعل بالظبط exactly زي مثلا i او am في الفوكابلري ده معناه انه هيستهلك tokens اكتر وانت ممكن تدخل له عشر كلمات وتلاقي ال input بتاعك تحول لعشرين او مثلا لو هو بيصبرتش مثلا عربي في تشات جي بي تي وانت بتدخل له جملة من 100 كلمة فجأة تلاقي بقولك ان ال input بتاعي خد 500 خد 1000 فبتقول ليه لانه اضطر ان يقطع بوصل مرحلة ان يقطع بالحرف هو لازم يقطع لشيء موجود عنده في الفوكابلري ودي طبعا احنا هنهتمد عليها لما نيجي نصمم حل المشكلة لازم نبقى حريصين جدا لانه مثلا في تشات جي بي تي انت بتتحاسب بالتوكن ولذلك لازم تعرف انت هتستهلك كام توكن في ال input وفي ال output وكذلك في ال open حتى ال sources كل ما ال input كبر كل ما ياخد منك وقت اطول في استخلاص الاجابة اشتركوا في القناة